أهلا بكم حملت حركتا حماس وجاد الإسلام اليوم إسرائيل المسؤولية عن تداعيات مقتل اثنين من عناصر كتائب عز الدين القسام في قصف إسرائيلي استهدف شمالية قطاع غزة وقال الجيش الإسرائيلي إن القصف جاء ردا على إطلاق نشطاء النار باتجاه قواته تزامن مع ذلك يستمر الحديث عن جهود للتهدئة بين إسرائيل وحماس حيث نقلت مصادر دبلوماسية غربية أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت وسطاء بموافقتها على رفع جزئي للحصار عن قطاع غزة مقابل هدنة مع حماس غير أن الأخيرة رفضت ذلك وطالبت بعودة الوضع إلى ما كان عليه قبل سيطرتها على قطاع غزة عام 2007 اثنان من عناصر حركة حماس قتلا في قصف إسرائيلي في بيت لاهيا الجبهة الداخلية الإسرائيلية تطلب من سكان البلدات المجاورة لقطاع غزة الحفاظ على مسافة قريبة من الملاجئ هل باتت غزة على إعتاب تصعيد عسكري جديد؟ أم لا تزال هناك آمال بالتوصل إلى تهدئة وغد أفضل؟ إحنا كشعب حماس فتح المهم يعملوا هدن والكل يرتاح سواء حماس أو فتح المهم نرتاح بدنا سلام مع الكل طوال الأيام الخمس الماضية اجتمعت قيادة حماس بكامل هيئتها لبحث اتفاق الهدنة الذي يتوسط فيه كل من المبعوث الأممي نيكولايم لادنوف ومصر ذات الأمر حصل في الجانب الإسرائيلي إلا أن أي منهما أصدر قرارا نهائيا واضحا ما يدلل على وجود اعتراضات وملفات عالقة لدى الطرفين كإسرار إسرائيل على الإفراج عن جثث جنودها المحتجزة في غزة ورغبة حماس في وجود ضمانات لتخفيف الحصار المفروض على القطاع السلطة والفصائل الفلسطينية طالبت حركة حماس بعدم التفرد في عقد أي صفقة مع إسرائيل مطالبة إياها بالعودة إلى الإجماع الوطني الفلسطيني مجلس الوزراء الفلسطيني حث حماس اليوم على المضي قدما في المصالح الداخلية وبألا تتساوق مع ما وصفه بالمخططات الرامية إلى فصل غزة عن الضفة الغربية وتصفية القضية الفلسطينية حسب تعبيره اشتركوا في القناة